اشتركوا في القناة اخراج اسعد الرئيسي مستمعين الكرام نواصل معكم سلسلة حلقاتنا في الحديث عن جامع اسعال في نزوة يتميز جامع اسعال في نزوة بنقوشه المميزة وقد تمت قراءة كل النقوش المكتوبة وتفسيرها وتمثل كلها آيات من القرآن الكريم أو عبارات دينية ما عدا إشارتين إلى المحراب ذاته حيث تشير أحد النقوش إلى الشخص الذي أمر بعمل المحراب وهو العبد الراجحي رحمة ربه أحمد بن إبراهيم بن محمد السعالية وهو شخص لم يتم التعريف به وتشير عبارة أخرى إلى بناء المحراب وبالرغم أن اليوم قد انطمس إلا أنه يمكن قراءة شهر ربيع الآخر سنة ستمائة وخمسين للهجرة بوضوح والتاريخ المذكور هو تاريخ الفراغ من بناء المسجد الذي يكون معاصرا للمحراب أو أقدم منه إن التجسيص بالسكين يظهر ثلاثة أساليب مختلفة ولعل هذا يتوافق مع مراحل تاريخية ثلاث الأسلوب الأول يمكن ربط أقدمها بالشريط العريض الموجود بطول جدار القبلة على علو متر والثمانين سنتمترا من أرضية المسجد ويحتوي على نقوش كوفية كبيرة والحروف الضخمة مضغوطة وتكاد تنعدم المسافة بين كلمة وأخرى وتتميز ببساطة شديدة في أطرافها المورقة الأسلوب الثاني يظهر هذا الأسلوب في اللوحة الرئيسية العريضة التي تحيط بتجويف المحراب وهو التجويف نفسه والعقد والأعمدة التي تؤطره وحول نهايتي اللوحة توجد كتابات نقشت بالخط الكوفي الأسلوب الثالث لا يظهر هذا الأسلوب إلا في المساحة التي تعلو المحراب وتؤطرها اللوحات الكبيرة الخارجية وتحتوي على كوة مقنطرة يحيط بها إطار توشيحه قائم أما الحلية التي تحتوي على أشكال هندسية ونباتية غاية في الجمال فقد أنجزت بقطع بديع ينتج سطحاً سقيلاً أما الحلية التي تحتوي على أشكال هندسية ونباتية غاية في الجمال فقد أنجزت بقطع بديع ينتج سطحاً سقلياً لامعاً يعكس الضوء ويختلف الأسلوب الثالث اختلافاً جذرياً عن الأساليب الأخرى التي لاحظناها في جدار القبلة ذاته ولعل من المفيد مقارنته بنوع من الحفر والزخارف يوجد في محرابي مسجدين في نزوة هما مسجد الجناة ومسجد الشواذنة وختاماً فقد تكون الزخرفة في محراب جامع سعال التي تنتمي إلى الأسلوب الثالث من إبداع فنان عظيم ينتمي إلى جماعة كان من بينها من أبدع زخارفا مسجدي الجناة والشواذنة ولهذا فإنه يعد ترميماً أو تبديلاً للمحراب القديم الذي شيد خلال النصف الأول من القرن العشر الهجري السادس عشر الميلادية وهناك فرضية ثالثة ترى أن الأسلوب الثالث ربما عكس تأثر المعمار العمانية بمدارس نحاتين بالقص من غير العمانيين نشاط بدايات القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادية إن طلاء رقيق للأشكال النباتية في الأسلوب الثالث يمكن مقارنته بالأعمال الجصية السخية التي تكسو جدران ضريح يحيى إمام زادة في فارمين وربما أظهرت تأثير الفنانين الفرس أيام توسع الدولة السلقوقية وهو ما يمكن ملاحظته في اليمن وشرق أفريقيا وربما أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على الفنانين العبانيين الذين كانوا يعملون في نزوة من نزوة من نزوة إعداد نائلة البلوشية من نزوة تقديم خالد السلامي من نزوة إخراج أسعد الرئيسي من نزوة من نزوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر